اهلا وسهلا بكم في اخبار كريم الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ارقام ايهاب جلال مع نادي بيرامز لقد تم اختيار ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش وكان مرشح العديد من الاختيارات زي حسام حسن واحمد سامي وعماد النحاس ولكن في النهاية تم اختيار ايهاب جلال مديرا فنيا الى منتخب مصر نتمنى للتوفيق في الفترة اللي جاية وانه هو يقدر انه هو يؤدي اداء رائع الى منتخب مصر واتكونش تجربته زي تجربة حسام البدري ويكون رزقه زي رزق حسن شحيته كده ان شاء الله وربنا يكرمه بالفوز كأس الامم الافريقية ويقدر انه هو يتأهل الى كأس العالم باذن الله ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملونا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلوكو كل جديد ودلوقتي هنبدأ ارقام اهاب جلال مع نادي بيرامدس اهاب اهاب جلال مع نادي بيرامدس 25 مباراة فاز اهاب جلال في 17 مباراة وهزم في 3 لقاءات وتعادل في 5 لقاء استقبل مرمى 15 هدف وسجل 36 هدف من الغرائب والعجائب اللي حصلت مع اهاب جلال في هذا الموسم انه لم يستطيع الفوز على الاهلي او الزمالك قد تبير كرة المصرية في الدوري الى عام المصري ويا ترى هل هيقدر اهاب جلال ان هو يحقق الاهداف المطلوبة منه في الفترة اللي جاية وهي الوصول لكأس الامم الافريقية تمام والحصول على كأس الامم الافريقية وفي نفس الوقت التأهل الى كأس العالم يا ترى هيقدر يحقق الهدفين دول اللي هو جاي عشانهم ولا لأ ويا ترى هتكون ايه اختيارات اهاب جلال من لعبي منتخب مصر هنشوف الفترة اللي جاية ايه هتكون اختياراته ان شاء الله وفي نهاية الفيديو بنطلب رأيكو في تولي اهاب جلال تدريب منتخب مصر هل انت تؤيد بشدة ام بالنسبالك كان فيه بديل مناسب سواء كان مصري او اجنابي يقول لنا هو مين ام ترفض بشدة ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملونا اللايك والشير والسابسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلوكو كل جديد في القناة مع تحياتي كريم كما ام ام اشتركوا في القناة